بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان والصلاة والسلام على من كان خلقه القرآن وتعامله مع الناس بإحسان النبي العدنان سيدنا وحبيبنا ونور قلوبنا محمد صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آل بيته وصحابته إلى يوم حساب الإنس والجان أحبتي مشاهدي قناة الموصلية الفضائية أحييكم بأجمل تحية فأقول السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته يتجدد اللقاء بكم في برنامجنا الإسبوعي محراب موصلي ونحن في هذا البرنامج المبارك نتجول في أحب وأقرب الأماكن إلى الله تبارك وتعالى ألا هي المساجد هذه المساجد التي هي بيوت الله هذه المساجد التي عندما تدخل فيها لا ينتسب المكان لا لفلان ولا لفلان إنما ينتسب إلى الله تبارك وتعالى فعندما تدخل تجد فيه الطمأنينة والراحة والسكينة وأنت تقف بين يد الله تبارك وتعالى لكي تتقرب إليه ولكي ترفع إليه دعاءك ومناجاتك اليوم أقف في رحاب جامع مبارك يقع في منطقة المجموعة الثقافية ألا وهو جامع هيبة خاتون هذا الجامع مكانه مهم ما هو دوره وما هي نشاطاته ودور الإمام الخطيب اليوم في هذا الجامع ما هو كل ذلك سنتعرف عليه بعد الفاصل من تاريخ الجامع وبنائه ونشاطاته انتظرونا بعد قليل بمشيئة الله تعالى حياكم الله وأهلا وسهلا بكم أحبة المشاهدين الأكارم ونحن نقف اليوم في رحاب جامع هيبة خاتون في هذا المكان الاستراتيجي الذي يقصده الأساتذة والمثقفون والطلبة لإقامة صلاة الظهر والعصري بل حتى أهالي المنطقة عندما يقدمون على صلاة المغرب والعشاء وينهلون من هذا الجامع من إمام خطيب الجامع صاحب العلم والأخلاق والتواضع فضيلة الشيخ محمود شكر محمود خليل الحمداني حياكم الله شيخنا العزيز ونحن اليوم في رحاب جامعكم المبارك أهلا وسهلا بكم وبكادر حناة الموصلية المبارك وبجانا بكم الطيب ونحرر أيضا نتمنى لكم التوفيق في هذا البرنامج المتعلق برنامج محراب موصلي نسأل الله التوفيق وسداد للجميع آمين اللهم آمين شيخ محمود بداية جامع هيبة خاتون نعم متى تم بنائه ومن كان سببا في بناء هذا الصرح المبارك بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلي وسلم على سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وصاحبه ومن والاه وبعد في عام الف تسعمية وسبعة وثلاثين بني جامع هيبة خاتون في قرية الاحويرات في منطقة باب جديد على يد الحاجة المرحومة هيبة خاتون سبعة وثلاثين سبعة وثلاثين نعم ماشاء الله ثم أعيد بنائه وإعماره ووضع حجر الأساس له في عام الف تسعمية وتسعة وسبعين هنا هنا نعم يعني إذا أساس المسجد نعم موقعه الأولي نعم في قرية الاحويرات في باب منطقة باب الجديد نعم ثم في عام الف تسعمية وتسعة وسبعين وعيد البناء ووضع حجر الأساس له في هذه المنطقة منطقة نرقال مهم فكان للحاج المرحوم عبد المجيد الحايق البصمة في إنجاز المعاملات الرسمية والأصولية للجامع وتم افتتاح الجامع في السابع من نيسان عام الف تسعمية واثنين واثنين نعم تم إكمال الجامع وافتتاح نعم في صلاة الظهر وكان حشد كبير من أهالي الموصل وقد أمل مصلين آنذاك الشيخ الجليل عبدالوهاب الشماع مهم أمده الله بالصحة والعافية نعم ثم من بعد ذلك تولى الإمامة الشيخ المرحوم الحاج المقرئ ليث أمين الياور إلى عام الفين وتسعة ما شاء الله نعم الأبرز وأشهر الخطباء الذين تعاقبوا على الخطبة في هذا الجامع كان هناك نشاط واضح وملحوظ للمشايخ الذين تولوا مصب الخطابة هناك وكان من أبرزهم الشيخ المرحوم يحيا كان له البصمة وقد سبقه في نهاية الثمانينات ومطلع التسعينات الشيخ سليم إبراهيم سليم العقراوي أبو لقمان الذي كان له أيضا الخطبة الناجحة والهادفة في هذا الجامع المبارك ثم تولى بعد ذلك فضيلة الشيخ الدكتور عبدالستار الحياني الذي انتهج منهج الوسطية في هذا الجامع المبارك وكان له شعبية ملحوظة في خطبته حتى أن الشوارع المحيطة بالجامع تغلق قبل صلاة الجمعة نعم لما كان يتحلى به وتميز به من خطبة متألقة ناجحة تفيد جميع المسلمين بعد ذلك يا جنابكم يعني أخذتم تمام الأمر في هذا الجامع بعد عمليات التحرير وانتهاء الفترة المظلمة من فترة الداعش الإرهابي المجرم تولى فضيلة الدكتور أخونا الحبيب الشيخ أحمد عبدالغفور أد إمامه والخطابة في الجامع ثم بعد ذلك انتقل إلى جامع آخر فكنت أنا خادم العلم والعلماء والمسلمين والمسلمات العبد الفقير إلى ربي القدير محمود شكر حاليا أنا إمام وخطيب الجامع شيخنا أبرز يعني مرفقات الجامع اليوم لديكم ما شاء الله مصلى كبير نعم ومصلى آخر ملحق به نعم زين هناك مرفقات أخرى مكتبة أو مصلى نساء يعني ملحقة بالجامع نعم الجامع طبعا فيه مصلى للرجال ومصلى للنساء والجامع فيه توسعة ضمنية هذه التوسعة الضمنية مرت بمراحل نعم في الثمانينات وفي التسعينات وفي عام الفين هذه التوسعات على مرار يعني مرور هذه نفقة من؟ كانت على نفقة المحسنين المحسنين وقد تولى المرحوم الحاج خضر الصائغ هذه الأمر أو هذا الأمر عفوا نعم بعد ذلك يتحلى أيضا الجامع بغرفة للإمام والخطيب فيها مكتبة علمية فيها أمهات الكتب العقلية والنقلية والكتب الدعوية والفكرية التي تخدم طالب العلم والإمام والخطيب جميل كذلك يوجد في الجامع غرفة خاصة لكاميرات المراقبة نعم تشمل تصوير حتى تقاطع المجموعة الثقافية شيخنا العزيز كم يسع عدد المصلين اليوم جامع يمتقاتهم جامع حيبة خاتم مع التوسعة يسع أكثر من اثمانمائة وخمسين مصلي ما شاء الله من عدل حديقة يعني عدل الحديقة والباحات الخارجية نعم عدل باحات قد يصل إلى الألف قد يصل نعم ما شاء الله يصل إلى الألف وهذا كله ممتلأ يوم الجمعة فضل الله تبارك تعالى وهذا مما يتنج الصدر بأن رواد المسجد عدد ليس بالقليل فحينما نجد المسجد ممنوع بالمصلين فرحة تعم جميع المسلمين ولا سيما على وجه الخصوص الإمام والخطيب الشيخ العزيز يعني اليوم عندما تجد المساجد ممتلئة بالمصلين هذا اندلم أنه يدل على تعلق أهل الموصل والتزامهم بمساجدهم لأداء صلاتهم فيه وأيضا إمام خطيب الجامع له دور فالمكانه بالمكين شيخ محمود نكمل إن شاء الله باقي المحاور بعد الفاصل إن شاء الله نأخذه وينثم الكلام كثير عن هذا الجامع المبارك للكلام باقية أحبة المشاهدين الأكارم نكمله بعد الفاصل انتظرونا بمشيئة الله تعالى موسيقى عدنا إليكم مجددا أحبة المشاهدين الأكارم ونحن نقف اليوم في رحاب جامع حيبة خاتون هذا الجامع الذي له مكانة يرتاده المثقفون خاصة وخصوصا أنه قرب جامعة الموصل هذه الجامع العريقة التي فيها ما فيها من الإمكانيات المباركة من أبناء مدينة الموصل وحتى من باقي المحافظات من الأساتذة وحتى من الطلبة فمركزه مهم ودوره مهم يستقطب كثير من الناس فتجد هناك محاضرات في صلاة الظهر تجد هناك محاضرات حتى في رمضان بعد العصر وبعد التراويح تجد هناك نشاطات كثيرة خاصة بعد استلام الشيخ محمود لهذا الجامع وحتى سابقا كانت هناك بصمات وحتى إقامة مناسبات مباركة في هذا المسجد المبارك شيخ محمود قبل أن أنتقل إلى الجانب الدعوي للجامع والجانب الإغاثي والإنساني حدثني عن من لهم أيضا البصمة من مؤذنين من قراءة من خدم من أيدي عاملة تذكر من باب الوفاء أن الله تبارك وتعالى يعلمهم لكن اليوم أيضا لهم دور في الجامع كون الجامع ليس فقط فيه إمام خطيب بل تجد حتى باقي الأيدي أيضا تتساعد وتتعاون مع الخطيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله أصلي وأسلم على سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه وبعد حقيقة كما تفضلت شيخ الحبيب الجامع لا يقتصر على الإمام الخطيب بل لابد من هناك أناس يعاضدون الخطيب في دور نجاح المسجد وإحياء هذه الرسالة مباركة كان من ضمن المشايخ الطيبين الذين لهم اليد والبصمة في هذا الجامع هو الشيخ أمين لياور أبو أحمد الملاقب محمد أمين هذا الرجل هو مؤجز بالقراءات ما شاء الله ورجل له الاهتمام البالغ والأثى الكبير في نهضة هذا الجامع المبارك من ثم المؤذن والشيخ الحبيب إبراهيم عبد الرزاق هذا الرجل من عام 1999 هو يؤذن في الجامع حتى تم تعيينه والرجل إن صح التعبير نقول هو جند المجهول للجامع فهو اللي يقوم بإدارة الجامع بحذا في ريها ليست فقط وظيفة الإيماء الأذان لا 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 الرجل يقوم بجميع المسال الإدارية في الجامع وبنجاح تام وهذا الأمر يشهد له حتى الجوامع القريبة من جامعه في ميزان حسناتي إن شاء الله اللهم امين كذلك فضيلة الشيخ المقرئ الأستاذ لؤي أبو مصطفى نعم رجل مسؤول شعاعي في مستوصف القدس هذا الرجل يقرأ يوم الجمعة وله ما له من أثر بالغ لا سيمة في شهر رمضان المبارك حيث يقوم بأداء صلاة التراويح معنا نعم ومن ثم هناك الرجل الحبيب سيد عمر الحمدوني نسأل الله أن يشاه فيه هذا الرجل يأتي وبكل حب وبكل تفاني يقوم لله بتنظيف المسجد بدون مقابل لا يريد جزاء ولا شكرة حبا في الله وفي بيوت الله تبارك تعالى جميل جدا ونختمها بالشاب الذي ألقبه ببلبل جامع هيبة خاتون عثمان محمد خضر ذو الصوت الندي الشجي الذي يقوم بأذان المغرب والعشاء في جامع هيبة خاتون ما شاء الله شيخ محمود الجانب الدعوي لجامع هيبة خاتون اليوم نعم أنت بعد ما استلمت ما هي المبادرات ما هي الأمور التي فتحت في جامع هيبة خاتون لأداءي وتتمتي رسالة الدعوة اليوم أنت كإمام خطيب لست فقط الواجب أن تأخذ دور الخطبة يوم الجمعة والإمامة في باقي الصلوات في المحراب الدور الدعوي الآخر لجامع هيبة خاتون من محاضرات من ندوات من إقامة مناسبات دينية من اجتماع للعلماء مثلا من حلقات لقراءة القرآن والعلوم الشرعية أين دور جامع هيبة خاتون من هذه النشاطات بسم الله الرحمن الرحيم جامع هيبة خاتون كما ذكرنا لكم آنفا في منطقة ثقافية ويحتاده الناس ذو العلم والدرايا الأمر الذي يستوجب ويوقع على الإمام والخطيب التفاني بنشاطه تجاه هذه ثلة المثقفة في جامع هيبة خاتون قمنا بفضل الله ومنه نسأل الله التوفيق والسداد بالمحاضرات محاضرات هناك فكرية محاضرات أخلاقية ترفع من شأن المؤمن لا سيما نعيش في خضم أفكار متلاطمة فالمسلم حتى المثقف يحتار أين الملجأ وأين الملاذ الآمن لهذا الأمر فقمنا ومن الله توفيق وبفضل الله تباره تعالى ثم بالتعاون مع مديرة الوقف السنية شعبة الإرشاد بالقاء المحاضرات بعد استعصال موافقات الرسمية هذه المحاضرات فكرية دينية دعوية أخلاقية نعم منوعة منوعة لا سيما نحن مقبلون على شهر رمضان المبارك هذه المحاضرات يعني بدأتم بها سابقا في الأشهر السابقة من الآن على هذه الأيام القادمة إن شاء الله لا هذا العمل الذي أقوم به ليس عمل ارتجالي بل هو إعداد وتحضير جميل قبل أكثر من ثلاث سنوات قمت بتحضير برنامج اسميته حديقة رمضان حديقة رمضان في كل يوم أعطي زهرة هذه الزهرة تلائم الرجل الصالم المتعب أعطيها لمدة ثلاثة دقائق أتى الثمارة حتى فضل من الله تبارك وتعالى ونعمة وصل الأمر إلى محافظات بغداد والجنوب قالوا هذا البرنامج يلفت الأنظار خاصة أن المدة قصيرة نعم وخاصة إذا كانت الكلمات هادفة الكلام ليس إنشائي بل هذا الرجل الصائم حينما يأتي وقد أتعبه العمل وهو صائم لابد أن تعطيه فكرة يستفاد منه في شهر رمضان وعد الفكرة هناك أيضا جرعة نعم فهذه الفكرة تكون على شكل قصة جميل التعبير القصصي له الدور البالغ في إنجاح إيصال الفكرة التي يبتغيها المرسل للمرسل إليه تمام فكانت هذه الزهرة في كل يوم تؤتي أكلها بعد ذلك عدنا أيضا المسابقة الفقهية حيث وضعت أسئلة فقهية وجوائز مباشرة للجالس الخمسة عشر اليوم الأولى من شهر رمضان تكون في الجانب التعبدي العبادات وفي النصف الثاني الأخير من رمضان تكون في جانب المعاملات فهذا الصائم حينما يخرج من رمضان قد استفاد أكثر من ثلاثين فكرة واستفاد أكثر من ثلاثين مسألة فقهية تخدمه في دينه جميل جدا الآن ونحن على باب شهر رمضان نسأل الله توفيقه سداد أعد برنامج اسميته جواهر رمضانية جوهر في كل يوم نعم هذا البرنامج يعتمد الأصول الثلاثة الله والرسول والإسلام جميل جدا حينما يقبل المصلي وقد كان تاركا للصلاة أحد عشر شهرا ودخل إلى رحاب الله تبارك لهذا المسجد أما من الضروري أن أعلمه من هو الذي قد ضيفه من هو الذي تاب عليه الله تبارك تعالى الناس اليوم حقيقة في حاجة إلى توضيح هذه الأصول الثلاثة المهمة الله والرسول والإسلام حتى يخرج الصائم بعد رمضان بكونه إنسانا رباني لا رمضاني جميل جدا حصنتم حتى يخرج إنسان رباني لا رمضاني حينما ينتي رمضان يهجر المصحف ويهجر السجادة ويهجر المسجد جميل شيخ يعني الجانب الدعوي ما شاء الله أيضا يعني سمعت هناك جواب أخرى إقامة مناسبات عندكم ما شاء الله في شهر ربيع الأول بمناسبة ولادة النبي صلى الله عليه وسلم أيضا بعض المشايخ والعلماء إقاء محاضرات أريد الجانب الآخر الإنساني الإغاثي هل لي جامع حيبة خاتون بصمة في هذا المجال هذا ما سأسمعه منكم بعد الفاصل بمشيئة الله تعالى أحبة المشاهدين الأكارم نكمل إن شاء الله بعد الفاصل انتظرونا عن هذا الجامع المبارك جامع حيبة خاتون عدنا إليكم مجددا أحبة المشاهدين الأكارم كم جميل جدا أن تجد الجامع اليوم ليس فقط لأداء الصلاة فيه بل تجد المصلي عندما يدخل إلى هذا الجامع يصلي ثم يتعلم ويتفقه وحتى يتعلم الأدب والأخلاق من إمام خطيب الجامع ومن ثم يتعلم المحبة والسلام بأن يسلم على إخوانه من المسلمين بل تجد حتى أن حاجته إذا أراد أن تقضى تقضى له إن كانت حاجة دنيوية تقضى له وإن كانت في أمور الدين أيضا يسأل فيجد من يجيب على سؤاله شيخ محمود جامع حيبة خاتون في هذا المكان الاستراتيجي وسط المدينة المهم هذا الجامع موقفه ووقفته في الأحداث التي مرت بمدينة الموصل اليوم تجد أن مدينة الموصل المباركة مرت بمراحل وأحداث عانت فيها ما عانت وكانت للمساجد الدور المشرف بأن وقفوا وفتحوا الأبواب واستقبلوا الناس وساعدوا وكانوا يدعون جامع حيبة خاتون دوره في هذا المجال بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلي وسلم على سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم حقيقة جامع حيبة خاتون كان له البصمة الواضحة في هذا الأمر الإغافي لا سيمة من بعد فترة الاحتلال حيث قام هذا الجامع المبارك بكاثره الطيبين المباركين بمساعدة العوائل المتعففة والفقيرة عن طريق المواد الغذائية وكذلك كان هناك تعاون ملحوظ عن طريق توزيع اصطمانات الغاز في الأزمة الراهنة آنذاك نعم ثم استمر هذا الحال حتى وصل الأمر بعد ذلك إلى عقد المجاميع للتبرع بحملات الدم للمرضى وهذا أمر تشهد به هذه المدينة المباركة ولم يتوقف الأمر إلى هذا الأمر بل سار على هذا النهج الطيب المبارك حتى بدأ الأمر بمساعدة الفقراء وذلك عن طريق شعبة الزكاة في مديرية الوقت السني حيث هناك أوائل متعففة مسجلة رسميا عندنا في جامع حيبة خاتون تسلم لهم مبالغ عن طريق مديرة الوقت السني بإشراف شعبة الزكاة جميل يعني هذه الأموال تأتي من المحسنين نعم ثم تذهب عن طريق شعبة الزكاة إلى الفقراء نعم والمحتاجين هناك صندوق خاص صندوق خاص في الجامع بموافقة ديوان الوقت السني نعم وبإشراف شعبة الزكاة في مديرية الوقت السني ينوى تقوم بفرز المال وضبطه ومن ثم هناك نسبة للجامع تسلم إلى العوائل المتعففة المستحقة الفقيرة نعم في رمضان لكم أيضا دور في هذا المسألة الإغاثة والمساعدات شهر رمضان مبارك شهر التنافس في هذا الجامع المبارك حيث يسعى الجميع إلى مساعدة الفقير ويتتبعون حال المسكين وهذا أمر ملحوظ في هذه المنطقة حقيقة تكون هناك مشروع سلة رمضان وهناك أيضا ممن يعطي زكاة الفطر أو زكاة ماله للعوائل المستحقة الفقيرة هذا الأمر كذلك الأمر لا يقف إلى هذا الحد بل حتى أننا نعود في شهر رمضان وجبات ومآدب إفطار لطلاب الجامعة جميل يعني الجامعة قريب على جامعة الموصل وحقيقة هذه المسألة الطيبة المباركة جزا الله من سعى بها حقيقة لها الأثر حيث يعني نرفع بعض معاناة الطالب الجامعي خاصة طلاب الأقسام الداخلية أو يعني الذين بيوتهم بعيدة ليست بالمدينة خارج المدينة طلاب المحافظات نعم حقيقة ترى حديقة الجامع مملوئة بطلاب الجامعات وهذا الشيء يفرح الإنسان حينما يجد أن هذا الطالب الذي قد ترك محافظته لطلب العلم وخدمة بلاده تخفف عنه بعض المعاناة جميل جميل جدا كذلك لا ننسى أنه هذا للجامع دور كذلك بالحالات الخاصة للمرضى هناك تأتينا حالات مرضى خاصة وبصدق فيقوم الجامع بالمساهمة مع الأطباء نرسل المريض إلى الطبيب ضمن الاختصاص الذي يعاني منه ذلك المريض نعم فيقوم ويتكفل ذلك الطبيب بمعالجته وبعد ذلك بالتنسيق مع الصيدلية بيعطائه الدواء مجانا شيخ محمود دور الإمام الخطيب الحقيقي اليوم هذه الأدوات التي ذكرتها أدوار طيبة مباركة وتجدها صحيحة وهذا هو الدر الحقيقي نعم دور الإمام الخطيب خارج المسجد كل الذي ذكرته أن الإمام الخطيب تجده داخل المسجد ما شاء الله صاحب مؤسسة نعم ليس فقط إمام الخطيب خارج الجامعة ما هو دور الإمام الخطيب لي تجربة خاصة بكوني كنت أعمل في أحد المحلات في الجامعة نعم دائما أقول وأخاطب خاصة إخواني الإمام الخطباء ومشايخي وأنا أصغرهم وأقلهم ولكن هذا من باب وتواصلوا بالحق وتواصلوا بالصبر أن الإمام الخطيب دوره لا يكون في المسجد بحسب لا بل دوره الأكبر خارج المسجد فحقيقة أنا في تجربتي الخاصة مع الناس في دعوتي للطلاب للطالبات لأصحاب المحلات وجدت التقبل وأذكر قصة على وجه الطريفة كنت أمشي وأنا قادم إلى المسجد وكان هناك أصحاب بسطة يلعبون الدومينا فحينما رأوني خجل فجئت إليهم وقلت أسأل الله كما أفرحكم الآن أن يفرحكم يوم القيامة انتبه إلي أحد الجالسين وقال والله يا شيخ إن أخي إمام وخطيب كلما لعبت قال أنت كافر لا حول ولا أقل ولكن قلت هذا دين دين السماحة فوالله بعد أيام وجدته الآن هو من رواد المسجد ما شاء الله بدعوة بدعوة طيبة بأسلوب جميل نعم تم كسب هذا الشاب وهذه الدعوة أيضا أقولها أنا حتى لي علاقات مع الجامعة يعني الأستاذة مديرة أو عميدة معهد السياحة والفندقة كان لها أثر حينما ذكرتها بخير كانت في قبل سنتين صائمة وهي أرادت أن تذهب إلى أربيل نعم فالدكتورة التي كانت معها قلت لها اشرب الماء لك رخصة نعم وهي إمرأة غير مسلمة فقالت تأدما مع المسلمين لأشرب ذكرت هذه المسألة في محاضرتي بعد صلاة التراويح وصل الخبر لها وهي غير مسلمة جاءت تشكرني وتقول أنا يعني ذكرت هذا المسألة الطيبة التي ذكرت كما ذكرتني في المسجد ذكرتها في الكنيسة في بغداد في بغداد في بغداد قلت لهم إمام وخطيب هيبة خاتون ذكرني بخير فأريد منكم أن نذكره بخير جميل جدا فهذا هو دور الإمام وخطيب الذي يأتي إلى المسجد يعني أن يمثل الدين الحقيقي نعم أنه دين عام ويحترم الآخرين قوميات الطوائف الأفكار ويتعامل مع الجميع وهذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم حين كان يمازح الأطفال في الأسواق وكان يتعامل باللطف مع الجميع جميل فبما رحمة من الله لنت لهم شيخ محمود نحن في ختام هذه الحلقة المباركة كلمة أخيرة للشيخ محمود إلى أبناء مجتمعه وهو ما شاء الله قريب منهم تجده قريب من الشاب من الكبير من المثقف وحتى من باقي طوائف وأفكار المجتمع كلمة أخيرة للشيخ محمود ونحن مقبلون على شهر رمضان المبارك كلمة الأخيرة أتوجه بها والله يشهد على ذلك بصدق وبحرارة قلب قبل اللسان إلى مجتمعه وإلى الناس وإلى أحبابه أقول لهم أشهد الله أني أحب كل مسلم ومسلمة فرسالتي أن المسجد هو خير بقاع الله والمسجد هو إشعاع نور الله تبارك وتعالى والمسجد هو الذي أنزل الله فيه السكينة والطمأنينة وأنزل ملائكته لتشهد لرواده بالخير والصلاح فأريد من أبناء مينوى أن يعلموا العلم الحقيقي بدور المسجد وأن يعبد الله حق عبادته وأن المسجد كما أراده الله تبارك وتعالى في كتابه ووضح سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في سنته هو عمارة وتربية وعبادة وتعلم هذا هو المسجد لابد أن نحيي رسالة المسجد كما أرادها الله تبارك وتعالى على وجهها الحقيقي ألم يقول سبحانه وتعالى إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وقال صلى الله عليه وسلم بشهادة تخرج ممن لا ينطق إلا بالحق صلى الله عليه وسلم حين قال ما رأيتموه يعتاد المساجد أو يرتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان فشهادة محمدية لكل مصلي فنحن على أبواب رمضان فالله الله بالمساجد أقبلوا إلى المساجد وأعلنوها توبة خالصة لله تبارك وتعالى نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل بلدنا بلدا آمنا رخاء سخاء مدفوعا عنه الغلاء والبلاء وسائر بلاد المسلمين وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبعوا أحسنه وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم شكر الله لكم فضيلة الشيخ محمود شكر محمود خليل الحمداني إمام وخطيب جامع حيبة خاتون على هذه الجهود وعلى هذه العطاءات المباركة أنتم ومن معكم في هذا المكان المبارك جعل الله ذلك في ميزان حسناتكم وزادكم إخلاصا وصدقا وأمانة في هذا الطريق المبارك الذي هو طريق الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام شكر الله لكم أحبة المشاهدين الأكارم على حسن إصغائكم ومتابعتكم لهذا البرنامج المبارك ونحن على ختام هذه الحلقة المباركة نعم نحن نشد على دعوة الشيخ ورسالة الشيخ لأبناء المجتمع أن يقبلوا في رمضان على المساجد بقلوبهم وأجسادهم وأن لا ينسوا إخوانهم الفقراء فتجدوا كل فقير وكل مسكين وكل يتيم وكل أرملة ينتظرون حتى يأتي رمضان لكي يوسع الناس لهم بالخيرات وكل شيء أعطاهم الله تبارك وتعالى فلا تبخلوا على أحد إلى الأطباء كونوا خير تجارة لكم في رمضان أن تكونوا عوناً للفقراء والمساكين إلى التجار لا ترفعوا الأسعار في رمضان بل كونوا تجاراً مع الله تبارك وتعالى حفظ الله مدينة الموصل وبلدنا العراق وسائر بلاد المسلمين من كيد الكائدين وكفر الكافرين حتى ألتقكم في حلقة أخرى أستودع الله دينكم وأماناتكم وصالح الأعمال والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أماناتكم ورحمة الله تعالى اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة